للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل أهلا بك محمود ما الأوضاع لديك اليوم؟ نعم بعد التحية لازلنا نتابع توافد السودانيين عبر معبراي قصة الوارقين وميناء أبو سنبل النهري في توافد مستمر على مدار اليوم هناك تزايد في حركة الوافدين وأيضا هناك تزايد في حجم الشاحنات المحملة بعدد كبير من المساعدات وأيضا المواد الجذائية المتجهة إلى معبر قسطل أو إلى السودان كان آخر هذه المساعدات والدعم الذي وصل من منظمة الصحة العالمية في مصر عشرة أطنان من المساعدات الطبية المنقذة للحياة وصلت بالفعل إلى مطار أسوان لدعم مصر في تقطية استجاباتها لاحتياجات الوافدين السودانيين من الناحية الصحية هذه المساعدات متوقع أن يستفيد منها حوالي 50 ألف مستفيد وهي عبارة عن أدوية أساسية وأيضا بعض الإمدادات الطبية الخاصة بأمراض القلب والضغط وأيضا أدوية لسوء التغذية الحاد للأطفال هذه المساعدات ذهب جزء منها إلى مرافق وزارة الصحة سيغطي مستشفيات جامعة أسوان ومستشفى أسوان الدولي ومستشفى أبو سنبل الدولي وجزء آخر سيذهب إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لمعبر قسطل لإمداد العيادات الطبية الموجودة هناك لتقديم الرعاية الصحية للوافدين السودانيين هذا الدعم ليس هو الأول من نوعي ولكن سبق أن دعمت المنظمة مصر بثلاثين طن من الأدوية الجراحية وأيضا الأدوات النظافة الشخصية والمياه النظيفة منذ بداية الأزمة لدعم الوافدين السودانيين وكان هناك تصريحات للدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر أكدت على أن هذه المساعدات دعم لمصر لتغطية الاحتياجات والتزايد من أعداد الوافدين السودانيين وأن هناك فريق من منظمة الصحة العالمية يتواجد على الحدود وفي أصوات لتقييم الوضع الصحي وتقديم الدعم الفني اللازم ثم أكدت أن هناك أيضا تلبية لاحتياجات الدعم النفسي من خلال عيادة الطب النفسي التي أنشأتها المنظمة في أصوان بالتعاون مع الأمان العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان في موقف كاركر الدولي وأكدت أن المنظمة تعمل مع كل المنظمات المحلية والمنظمات الدولية لتقديم كل الدعم لمصر وتقديم الدعم للوافدين السودانيين عبر الحدود البرية المصرية كما ثمنت أيضا جهود الدولة المصرية والسلطات المصرية في تقديم كل الدعم للأشقاء السودانيين منذ بداية هذه الأزمة ووجهت الشكر بشكل خاص لوزارة الخارجية المصرية وأيضا وزارة الصحة والسكان لتحرك المسؤولين منذ بداية الأزمة وتقديم الدعم اللازم للوافدين السودانيين وأيضا تسهيل عمل المنظمة في مصر وختمت هذا البيان بأن المنظمة ملتزمة بحماية الجميع دون تمييز فهذا جزء كبير من الدعم وأيضا يؤكد على مدى تسهيل الدولة المصرية والسلطات المصرية لعمل هذه المنظمات لتقديم مزيد من الدعم سواء الغذائي أو الصحي إلى محافظة أسوان أو إلى معبري قسطل وأرقين تحديدا معبر قسطل لازال يشهد توافد عدد كبير من السودانيين خاصة في هذه الفترة في ظل استمرار الاشتباكات في السودان تبقى لشهود العيان من المواطنين السودانيين وتستمر الخدمات المقدمة سيارات الإسعاف تجوب أيضا على مدار الساعة هنا في مدينة أبو ثمبل لتقديم كل الخدمات الصحية اللازمة مستشفى أبو ثمبل الدولي مستعد أتم الاستعداد على مدار الساعة لاستقبال أي من الحالات الصحية التي تحتاج إلى الرعاية بالإضافة إلى القوافل الطبية التي تتم ومتابعة مستمرة من جمعية الهلال الأحمر وأيضا المواطنين السودانيين يعني ينقلون لنا مدى الاهتمام بهم بمجرد وصولهم إلى معبر قسطل وتقديم كل الخدمات حتى هنا في مدينة أبو ثمبل فيما يتعلق بالمبادرات المجتمعية في تسهيل عملية التنقل في وجود عدد كبير من الحافلات التي يتم نقل السودانيين إلى موقف كاركر الدولي وفي هذه النقطة أيضا وجود عدد كبير من الحافلات التي يتم نقل السودانيين إلى محطة سكك حديد أسوان ثم إلى التوجه إلى كل المحافظات المصرية الدعم مستمر التوافد مستمر والسلطات المصرية تقدم كل التسهيلات للوافدين حتى فيما يتعلق بحركة التجارة المتبادلة بين البلدين خاصة أن السودان في هذه الفترة في حاجة مسة وكبيرة إلى مزيد من الدعم الإنساني والمساعدات الموجودة في الفعل في معبراي قسطل وأرقيل ويستمر التفاوت وتستمر الاستمرار الخدمات حتى في محافظة أسوان كل الشوارع تتأهل لاستقبال السودانيين كل المرافق الحيوية كل المستشفيات حتى الأماكن التي يكثر بها تجمع السودانيين بها عدد كبير من الخدمات نتحدث عن قوافل تموينية غذائية عن وجود هذه السلع بأسعار مخفضة كل هذه الخدمات موجودة في كل المناطق التي يتواجد بها السودانيين ومجموعة واسعة من الخدمات التي تقدم لهم كتنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم للأشقاء السودانيين أيضا لحظنا حركة متبادلة في وجود عدد كبير من رؤوس الماشية التي جاءت من السودان في هذه الفترة فبالتالي كل يوم نلاحظ أن هناك عدد كبير من الشاحنات المحملة بعدد من البضائع والمواد الجذائية كدليل قوي على حركة التجارة المتبادلة وتقديم كل الدعم للسودانيين وسيستمر هذا الدعم خلال الفترة القادمة في ضد تأكيد كل المنظمات الدولية على مساعدة مصر وتقديم الدعم لمصر في هذه الخدمات المقدمة للسودانيين وسيستمر عمل المنظمات في ضد أن السلطات المصرية تسهل عمل هذه المنظمات لدخول كثير من المساعدات الإيجاثية والإنسانية التي الشعب السوداني بحاجة إليها في ظل هذه الأزمة فبالتالي تتواصل الخدمات ويتواصل توافد السودانيين عبر معبري قسطل وأرقين في ظل وجود خدمات متنوعة وكاملة من السلطات المصرية شكرا جزيلا لك محمود جميل على كل هذه التفاصيل والمعلومات